اهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي انا ميس ناسي زكي وهكون معكم على مدار كل الدروس اللي هنتكلم فيها عن مهارات اكتر تساعدنا مستقبلا في حياتنا العلمية والعملية كل اللي هحتاجه منكم في كل مرة هنبدأ فيها دروسنا مع بعض انكم تكونوا محضرين ورقة وقلم وكتاب المدرسة واهم حاجة تكونوا مركزين كويس في اهداف درسنا كل مرة لاننا هنشوف ايه هي الاهداف في اول كل درس ونرجع نبص عليها ونشوف هل احنا حققناها مع بعض ولا لسه وكل فقرة في درسنا هنتبادل فيها افكارنا سوا ونشارك افكارنا مع بعضه بصوت عالي وكل واحد مننا يقول هو عارف ايه وعاوز يعرف ايه وتعلم فعلا ايه في كل مرة نشوف فيها بعض وهنقوم دلوقتي بالمشاركة في مناشة مختلف المهارات التي تضمن الحصول على وظيفة في المستقبل يتغير عالم الاعمال في يومنا بسرعة خيالية لم يسبق انشهاداتها البشرية في التاريخ بحيث ان ما نسبته 35% من المهارات المطلوبة لوظائف اليوم ستختلف اختلافا تاما بحلول عام 2030 وده بحسب بحث نشره منتدى الاقتصاد العالمي سنة 2016 وبحلول هذا العام ومتلاه تطورات المهارات المطلوبة للوظائف المختلفة ومما لا شك فيه ان هذه المهارات ستختلف اختلافا كليا ايضا بعد سنوات قليلة اخرى كيف يصعنا اذا تهيئ انفسنا لوظائف المستقبل ان كلنا اللي نعمل نعلم تماما المهارات المطلوبة ما هي الخبرات التي يحتاجها طلاب اليوم للتحقيق النجاح في الغد تعالوا بينا ننكز على عشر مهارات اساسية لابد من امتلاكها لضمان تحقيق النجاح الوظيفي مستقبلا اول حاجة عندي الابداعية لابد للعاملين في المستقبل ان يكونوا مبداعين وده حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب ميزات كل الاشياء المستقبلية من منتجات واساليب تفكير وتكنولوجية بحيث لا يمكن للروبوتات ان تنافس الانسان في الابداع ولا احد سيشبه حاجة سوء العمل المستقبلي من طرق التفكير المبتكرة سوى ابداع البشر ويقصد بالابداع هو الايتام بالافكار جديدة غير مألوفة وغير معتادة وقابلة للتطبيق وتعود بالنفع على الاشخاص والمؤسسات والمجتمع ككل وده وفق القيم للمجتمع وزي ما الابداع له عدة مكونات مثل الطلاقة والمرونة والاصالة تاني حاجة عندي الزكاء العاطفي عرف الزكاء العاطفي على ان القدرة على ادراك واستخدام وفهم وادارة والتعامل مع العواطف ويمكن للاشخاص زو الزكاء العاطفي العالي التعرف على مشاعرهم ومشاعر الاخرين واستخدام المعلومات العاطفية لتوجيه التفكير والسلوك والتميز بين المشاعر المختلفة وتوصفها بشكل مناسب وتعديل العواطف للتكيف مع البيئات ويركز دانيل جولمان على الزكاء العاطفي كمجموعة واسعة من الكفاءات والمهارات التي تقود الأداء القيادي يوضح نموذج جولمان خمس تركيبات رئيسية للزكاء العاطفي الإدراك الذاتي القدرة على معرفة الفرد لمشاعره ونقاط القوة والضعف والدوافع وقيمة وهي الأشياء التي تهم في الحي والأهداف والتعرف على تأثيرها على الآخرين عند استخدام المشاعر الغريزية لتوجيه القرارات وأول حاجة عندي التنظيم الذاتي يتضمن التحكم أو إعادة توجيه العواطف والاندفاعات التخريبية والتكيف مع ظروف المتغيرة وتاني حاجة المهارة الاجتماعية إدارة العلاقات للانسجام مع الآخرين وتالت حاجة التعاطف مراعاة مشاعر الآخرين خاصة عند اتخاذ القرارات ورابع حاجة الدافع أو إدراك ما يحفزه التفكير التحليلي والنقدي عرفت مهارات التفكير التحليلي بأنها القدرة على تحديد الفكرة أو المشكلة وتحليلها في مكوناتها وتنظيم المعلومات اللازمة للصنع القرار وبناء معيار للتقويم ووضع الاستنتاجات الملائمة وأهم مهارات التفكير التحليلي أول حاجة تحديد السمات أو الصفات والقدرة على تحديد السمات العامة للأشياء أو القدرة على استنباط الوصف الجامع تاني حاجة تحديد الخواص القدرة على تحديد الإسم أو اللقب أو الملامح الشائعة والصفات المميزة للأشياء والكائنات وتالت حاجة علاقة الجزء بالكل علاقة الأشياء ومكوناتها بمعنى معرفة الأجزاء الصغيرة التي تكون الكل ثم معرفة ماذا يحدث للكل لو لم يوجد هذا الجزء منه ومعرفة وظيفته بالنسبة للكل رابع حاجة إجراء الملاحظة أو القدرة على اختيار الخواص والأدوات والإجراءات الملامة التي ترشد وتساعد في عملية جمع المعلومات خامس حاجة التتابع ترتيب الحوادث أو الفقرات أو الأشياء أو المحتويات بشكل منظم أو أنه يعني وضع الأشياء بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائق سادس حاجة التفرقة بين المتشابه والمختلف يعني القدرة على تحديد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين بعض الموضوعات أو الأفكار أو الأحداث أو تحديد الأشياء المتشابهة والأشياء المختلفة ضمن مجال محدد وسابع حاجة المقارنة والمقابلة أي القدرة على المقارنة بين شيئين أو شخصين أو فكرتين أو أكثر من عدة زوايا ورؤية ما هو موجود في أحدهما ومفقود في الآخر وتامن حاجة عندي التصنيف يعني القدرة على تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات أو تجميع الأشياء أو العناصر المتشابهة في مجموعة بناء على سمات أو خصائف أساسية تم بناءها مسبقة زي مثلا استخراج الكلمات المنونة في الدرس أو وضعها في ثلاث قوائم بحسب نوع التنوين وتاسع حاجة عندي بناء المعيار يعني تحديد وتأدير المعايير الأكثر إفادة التي يمكن استخدامها في تقييم عناصر أو بنود لأهميتها علشان نوصل للتوصل إلى أحكام معينة وعاشر حاجة عندي الترتيب ووضع الأولويات وعمل المتسلسلات أي القدرة على وضع البنود أو الأحداث في تسلسل بناء على قيم نوعية أو ترتيب الأشياء أو الأفكار وفقا لترتيب معين ومن أنواع التسلسل الترتيب بحسب التسلسل الأبجادي أو الترتيب الزمني أو بحسب الفايدة في مجال معين أو بحسب قيمة الشيء ورقم 11 عندي رؤية العلاقات والمقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد النظام بين 2 أو أكثر من العمليات ورقم 12 إيجاد الأنماط يعني القدرة على التعرف على الفروق الخاصة بين 2 أو أكثر من الخصائص في علاقات تؤدي لنسق مكرر ورقم 13 عندي التخمين والتنبؤ والتوقع وهي القدرة على استخدام المعرفة السابقة أو المقارنة أو التباين والعلاقات المحددة في تحديد أو توقيع أحداث مشابهة في المستقبل أو هي استخدام المعرفة السابقة لإضافة معنى للمعلومات الجديدة ورقم 14 تحديد السبب والنتيجة يعني القدرة على تحديد الأسباب أو النتائج الكبرى والأكثر قوة لأفعال وأحداث ورقم 15 إجراء القياس يعني تحديد العلاقات بين بنود مألوفة أو أحداث مألوفة وبنود وأحداث مشابهة في موقف جديد بغرض حل مشكلة أو إنتاج إبداعي ورقم 16 التعميم ويستخدم لبناء مجموعة من العبارات والجمل التي تشتق من العلاقات بين المفاهيم ذات الصلة أو بناء جمل أو عبارات يمكن تطبيقها في معظم الظروف والأحوال إن لم يكن في جمعها أما المهارة الرابعة فهي التعلم النشط والعقلية النمو ويحتاج كل شخص في بيئة العمل المستقبلية لأن يتعلم وينمو حيث يدرك أصحاب عقلية النمو أن قدراتهم وزكائهم قابل للتطوير والتحسين على الدوام وبيساعد تماما على جهودهم في اكتساب مهارات جديدة وبتعود عليهم بإنجازات أكبر وأعظم ده إذا دعت الحاجة لتفعيل دور الطالب في العملية التعليمية والتعلم الزادي من أجل الحصول على المعلومة وبالتالي التنمية ترقدر على حل المشكلات أو ما يعرف بمهارات التعلم النشط وعقلية النمو وعلشان كده بنجدهم مستقبلة مقبلين على خوض التحديات والتعلم من أخطأهم وخامس حاجة عندي مهارات اتخاذ القرارات في العالم الوظائف المستقبلي ستصبح عملية اتخاذ القرارات البشرية أكثر تعقيدا في الوقت الذي تستطيع فيه روبوتات وعلم البيانات الضخمة معالجة كم هائل من المعلومات وتقديم نتائج وإحساءات يستحيل على البشر الوصول إليها يبقى على العاطق الإنساني اتخاذ القرار أخذ بعين الاعتبار ما ينطبي عليه ذلك من نتائج وآثار قد تمص جوانب أخرى من العمل أو قد تؤثر على باقي الأفراد في المكان ومن هنا كانت ضرورة تقييم النتائج من أجل معرفة مدى نجاح القرار الذي تم اتخاذه في النهاية ستستحوذ التكنولوجيا على جانب كبير من الأعمال تجريكا للإنسان ميزة اتخاذ القرارات العظمى وهنا بنأكد لا يوجد قرار صحيح وإنما القرار المناسب للظروف كلها من جميع الجوانب والمهارة ستتة عندي مهارة التواصل مع الآخرين وتعتبر مهارة التواصل الفعال من أهم مهارات القرن الواحد وعشرين ونصد بها القدرة على تبادل المعلومات فيما بينها وبين تمثيل أهمية التواصل في مفهومها الحقيقي وعندنا على سبيل المثال بناء الألفة والتوافق ونقل الأفكار والمعلومات والإقناع والتأثير ويتم التواصل من خلال جزور التواصل الثالثة الكلمة لهو التواصل اللفظي نبرة الصوت تواصل بين لفظي لغة الجسد تواصل غير لفظي أما المهارة الرقم سبع لهي القيادية القيادة أحد مجالات الموهبة فهي القدرة في التأثير على الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة ويعرف القائد بأنه هو الشخص الذي يجعل من معه يسلكون مسلكا لو لا ما سلكهم مسلك إيجابي تقدمي وتعد هذه المهارات من ضروريات القوة العاملة المستقبلية على الرغم أن نظام الشركات المثالي قد لا يكون شائعا في وقتنا الحاضر إلا أن المستقبل يحمل في طياته تغييرا جزريا وسيحصل أفراد أكثر على أدوار قيادية وسيعملون فرق مع مشاريع ضخمة لحل المشكلات وتطوير الحلول المبتكرة لها أما المهارة التمنى التعددية والزكاء الثقافي مع الانفتاح الذي يشهده العالم وبئة العمل في الحاضر وما سيشهده مستقبلا أيضا لأنه من امتلاك المهارات اللازمة لتفاهم واحترام بل والعمل مع الآخرين بغض النظر عن جميع الاختلافات سواء كانت عرقية أو ثقافية أو لغوية أو دينية أو غيرها بحيث تعتبر القدرة على التأقلم مع من يملكون نظرة مختلفة للعالم عنها عاملا أساسيا ليس فقط لتحسين تواصل البشر مع بعضهم البعض بل ولجعل منتجات الشركة وخدماتها أكثر شمولا ونجاحا وتاسع حاجة عندي تقبل التغيير ويحتاج الأفراد مستقبلا لأن يكونوا أكثر رشاقة ولا نعني هنا بالرشاقة الجسد وإنما الفكر حيث أن التغيير السريع في بيئة العمل المستقبلية يتطلب امتلاك عقلية مرنة وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات والمهارة العشرة عندي التكنولوجية لا أحد ينكر أن الثورة الاصطناعية الرابعة التي تشهدها في الحاضر والمستقبل تقودها الاختراعات التكنولوجية كالزكال الاصطناعي علم البيانات الضخمة الواقع الافتراضي وغيرها مما يعني أن البشر مستقبلا لابد أن يتمتعوا بمستوى من التقليل والتأقلم مع التكنولوجيا بحيث يكون الموظفين في كل مكان مطالبين بالوصول إلى البيانات وتقرير طريقة التعامل معها الأمر اللي بيخلينا يتطلب امتلاك بعض المهارات التقنية والأهم من ذلك استعاب أثر التكنولوجيات الجديدة المحتملة على أعمالهم ووظائفهم وحياتهم بشكل عام نجد أن الوقت قد حان لنبدأ جميعا بتعالم واكتساب مهارات جديدة تجعل مننا أشخاصا ذوي قيمة أعلى في عالم الأعمال لسيما بعد أن أصبح العالم اليوم بحاجة لمهارات جديدة كل ست سنوات في حين كان يتطلب فيما مضى مهارات جديدة كل تلاتين سنة فما هي أول مهارة ستستعين بيها لتطويرها مما سبق وما هي برأيكم المهارات الأخرى التي قد تحتاج إليها القطاعات الوظيفية المختلفة مستقبلا وما تنسوش تكتبوا المهارات اللي هتقوموا بتطويرها وكمان ممكن تشاركوا المهارات دي مع زمالاكم أو أفراد أسرتكم وأشوفكم في حلقة جديدة مع درس جديد إن شاء الله ومع السلام شكرا